لماذا يجب على المريض أن يمتنع عن تناول الطعام والسوائل قبل العمل الجراحي تحت التخدير العام؟ السلام عليكم يجب على المريض المحضر للعمل الجراحي تحت التخدير العام أن يمتنع عن السوائل والطعام لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل العمل الجراحي بمعنى أنه يتوجب عليه أن تكون معيدته خالية تماما من الطعام والسوائل قبل العمل الجراحي والسبب في ذلك هو أن التخدير العام أو المواد المخدرة تجعل المريض يسترخي تماما كل عضلاته وأعضائه تسترخي تماما وهذا الاسترخاء يجعل معيدته مفتوحة إلى الأعلى أي أن الطعام والسوائل إذا كانت موجودة ستخرج إلى الأعلى إلى مجرى الطعام وهو المريء ويمكن أن تعبر من مجرى المريء إلى مجرى الهواء وهو الرغامة وبالتالي استنشاق هذه المواد الطعامية أو السوائل ناهيك أن هذا العمل يجعل الطاقم التخديري متشوش جدا بسبب هذا الإقياء ومن جهة أخرى فإن دخول الطعام إلى مجرى الهواء من المعدة سيجعل المريض يصاب بالتهاب قصبات أو التهاب شعب هوائية قد يكون خطيرا على صحته وقد يجعل من العمل الجراحي البسيط عملا جراحيا معقدا قد يجعل المريض يضطر إلى البقاء في المستشفى لمدة طويلة حتى يتم استشفاؤه من التهاب القصبات الحاد وبالتأكيد فإن المريض بغنى عن تناول الطعام والسوائل قبل العمل الجراحي وبالتالي يتوجب على المريض أن يتهيأ قبل العمل الجراحي تحت التخدير العام بالامتناع عن السوائل والأطعمة قبل العمل الجراحي لمدة لا تقل عن 6 ساعات